السؤال ما أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟ الجواب قاعدة أهل السنة والجماعة في العقائد وغيرها من أمور الدين هو التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الراشدون من هدي وسنة؟ لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ولقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا وإن كان في قسمة الغنائم فهو في الأمور الشرعية من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والنصوص في هذا كثيرة فطريق أهل السنة والجماعة ومنهاجهم هو التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ومن ذلك أنهم يقيمون الدين ولا يتفرقون فيه امتثالا لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهم وإن حصل بينهم من الخلاف ما يحصل مما للاجتهاد فيه مساغ فإن هذا الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف قلوبهم بل تجدهم متآلفين متحابين وإن حصل منهم هذا الاختلاف الذي طريقه لاجتهاد